ما إن أعلن اتحاد الكرة عودة النشاط الرياضي إلى الساحة من جديد حتى أخذت الأندية المحلية تجري استعداداتها لخوض المنافسات القادمة نادي فحمان الوقع في محافظة أبيان استأنف بعد فترة من التوقف تدريباته على ملعبه الترابي بمدينة موديا ملعب ترابي يفتقر لأبسط المقاومات الأساسية للملاعب الرياضية ما قد يتسبب في حدوث إصابات للاعب الفريق المدرب محمد البعداني أكد السمرار فريقي في خوض التمارين التي ركز فيها على الجانب الفني بالإضافة إلى العامل النفسي ورفع معنويات اللاعبين طبعا فحمان عاد بعد إيجازة كنا قبل فترة قاهزين للدوري وأعتقد فترة الإعداد كانت مدتها ستة أشهر بالتمام والكمال وصلنا إلى قاهزية من ناحية البدنية الفنية التكتيكية بالفورما ولعبنا مباراة تودية وكانت تلبي طموحاتنا لكن للأسف الشديد قرار الاتحاد بتأقيل الدوري أربكنا وأربك إدارة نادينا حتى بالوقت الذي نادينا خسر ملايين لأنه مقدم عقود النادي صراف النادي صرف رواتب أقل رواتب 150 ألف ممكن لللاعب فالآن بعد الإيجازة الطويلة التي مكثنا فيها الآن نعود للاستعداد من قديد وبذل تعالى ما يقيد الدوري إلا والفريق بفورما كامل إن شاء الله طبعا هذا الملعب عزيز على قلوبنا وملعب يحبنا ونحبه روح عالية ممزوجة بالحماسة هي كل ما يمتلك الفريق القادم من أبيان الذي قد يكون الحصان الأسود في البطولة خصوصا مع امتلاكه لمدرب بعقلية كروية فذة الآن قينا نحن من بعد قهزة طويلة وإن شاء الله سنكون في الفورما بعد قهزية بعد رغبنا نلعب في ملعب ترابي لكن إن شاء الله نسعد طموح أن نحقق بطولة من الولويات وإن شاء الله بعد عنها طويل لكن إن شاء الله نبال حققها آمال كبيرة معلقة على النادي الذي يحمل راية كرة أبيان التي قدمت الكثير من المواهب للكرة اليمنية خصوصا أن إدارة النادي قد أكدت مشاركة فريقها في الدوري القادم وتبقى عودة عجلة الكرة اليمنية إلى الدوران من جديد هي الحدث الأبرز منذ أكثر من سبع سنوات ترجمة نانسي قنقر